اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين الحصار على سوريا وازمة العملة في لبنان تخفضان قيمة عملتهما الى مستوى قياسي جديد ودعوات الى تعزيز الصناعة والزراعة لمواجهة الازمة الامم المتحدة تقدر خسائر الفلسطينيين بسبب الاحتلال الاسرائيلي باكثر من 47 مليار دولار خلال 17 عاما وفي النشرة ايضا الاتحاد الاوروبي يؤكد انه سيرد مجتمعا على اي رسوم امريكية على منتجات فرنسية وفاريس تؤكد انها لن تتراجع عن فرض ضرائب على الشركات الرقمية رغم تهديدات واشنطن اهلا بكم يستمر انخفاض قيمة الليرة السورية امام الدولار الى معدلات قياسية في ظل الازمة السورية والطراب الاوضاع في لبنان سياسيا وماليا ويبلغ سعر الليرة السورية في السوق السوداء نحو 950 ليرة للدولار فيما يبلغ سعر الرسمي 438 ليرة وقررت الحكومة السورية في جلستها الاخيرة الاستمرار في تمويل قائمة المواد الاساسية ببوازات استمرار المؤسسة السورية للتجارة في بيع السلة الغذائية المدعومة تنحسر ساحات القتال السورية الى جبهتي ادلب والحدود مع تركيا يقابلها اشتعال نيران الحرب على جبهة الاقتصاد حصار غربي ازدادت وطأته منذ اعلان واشنطن رسال جنودها الى حقول النفط في دير الزور والحسكة حرمانا لخزينة الدولة منها ضغوط لم تتوقف لتبلغ اوجها مع تأثيرات الحراك في بيروت غربا وتظاهرات بغداد شرقا على سوريا هم يعرفون جيدا ماذا يفعلون في شرق الفرات من جهة تسكير المعابر مع العراق ومن جهة اخرى السيطرة على الموارد النفطية اللي بالاساس ممكن تأمن للداخل السوري الاستهلاك من المشتقات النفطية وتؤمن جزء ممكن من القطع اذا كان ممكن للتصدير تدرك دمشق خطورة الحرب على اقتصادها الاولوية هي للحد من تأثيرات مدمرة تكمل حربا اتت على البنى التحتية خلال سنوات زادت اجور العاملين والعسكريين وضبطت الاسواق اجراءات تواجه حربا قد تكون الاشرسة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار التسعمائة ليرة سورية في السوق السوداء على المدى المتوسط والطويل هناك سياسة احلال المستوردات قد تكون حل كبير توفر استنزاف القطع الاجنبي على سبيل المثال تشجيع المزارعين ودعمهم تشجيع الصناعة المحلية تشجيع العاملين الصناعيين في القطاع الخاص الاجراءات الحكومية ركزت على المضي في تمويل السلع الاساسية كالارز والسكر والزيوت وحليب الاطفال والادوية محاولة للتخفيف من معاناة قاسية تضغط على كواهل السوريين يراهن كثير من السوريين على ان من تجاوز الصفحات الاصعب في الحرب السورية قادر على تجاوز هذه المحنة التي تمسهم في لقمة العيش لكنها معادلة تستوجب اداء نوعيا يساعد الحاضنة الشعبية للدولة على تخطي محطة قاسية تواجهها محمد الخضر دمشق الميادين اكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون ان الايام المقبلة ستحمل تطورات ايجابية كلام عون جاء خلال لقائه رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير حيث عرض معه شؤون مصرفية ومالية في ضوء التطورات الاخيرة اكد حاكم مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف خلال اجتماع دوري بينهما تخفيض بنية الفوائد الدائنة والمدينة وذلك لاطلاق عجلة الاقتصاد من جهة وللحد من ارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها والتي تتزايد مع ارتفاع كلفة الاقتراض واضح سلامة ان لا نية اطلاقا لدى مصر في لبنان بوضع اي قيود على التعامل بالليرة اللبنانية سحبا او ايداعا وان الضجة التي سرت حول هذا الموضوع تعود الى كافة السحوبات على مصر في لبنان خلال الشهرين الماضيين بمعدل 165 مليار ليرة لبنانية ما يعني ان المشكلة التي نشأت ظرفية وتعود الى اعتبارات لوجستية محضة دعا رئيس جمعيات المزارعين اللبنانيين انتوان لحويك العاملين في الخطاع الزراعي وجميع اللبنانيين المقتردين من المصارف الى التوقف عن دفع سنداتهم الى حين موافقة المصارف على اعادة جدولة ديون المقتردين وخفض الفوائد ودفع السندات بالليرة اللبنانية واكد الحويك ان عدم اعادة الاموال الى المودعين وعدم فتح اعتمادات للخارج لتمويل التجارة قد اوصل الاقتصاد اللبناني الى الحضيد ولسيما القطاع الزراعي ما اوصل اكثرية المؤسسات الى حالة التعثر والاقفال وتسريح الكثير من الموظفين والعمال كشف تقرير للامم المتحدة ان احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية يكلف ما لا يقل عن مليارين ونصف مليار دولار سنويا الشعب الفلسطيني بحسب دراسة مشتركة مع معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس وقدرت الامم المتحدة التكلفة الاجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الاسرائيلي في الفترة ما بين عامي الفين و الفين وسبعة عشر بنحو سبعة واربعين مليارا وسبعمائة مليون دولار بمعدل مليارين ونصف مليار دولار سنويا اعلنت المفوضيات الاوروبية انها سترد على اي رسوم امريكية قد تفرض على فرنسا على خلفية النزاع بشأن ما يعرف بالضريبة الرقمية فيما اكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ان بلاده لن تتراجع عن قرار فرض هذه الضريبة رغم التهديدات الامريكية وكان مكتبه الممثل التجاري الامريكي قد انتقد الضريبة الجديدة وقال انها تمييز ضد الشركات الامريكية مثل ابل وامازون وفيسبوك وجوجل واقترحت واشنطن فرض رسوم تصل الى 100% على منتجات فرنسية بقيمة مليارين واربعمائة مليون يورو ردا على هذه الضريبة نحن نتحدى مبدأ العقوبات نفسه لانها ليست السياسة الصحيحة التي يجب ان تتبع بين الحلفاء لكن عن الولايات المتحدة ان تعلم انها اذا شرعت في فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد فرنسا فسيكون الاتحاد الاوروبي مستعدا للرد بقوة اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي تخصيص اكثر من 10 مليارات دولار بالعملة الامريكية لتوريد السلع الاساسية والادوية والمعدات الطبية في موازنة العام المقبل واضف همتي انه تم توفير نحو 15 مليار دولار وطرحها عبر منظومة نيمة الالكترونية لتوريد المواد الاولية للوحدات الانتاجية مؤكدا ان وطيرة هذه العملية ستتواصل بجهود المصدرين يذكر ان منظومة نيمة مخصصة لعرض العمولات الاجنبية التي تدخل الى ايران كعائدات للتصدير اعلن المدير التنفيذي لشركة سبيد للشحنة التابعة لشبكة او لشركة الخطوط الملاحية الايرانية عن التخطيط لاطلاق خط ملاحي بحري الى شرق البحر الابيض المتوسط وامل محمد رضا بنائي ان ترتفع حصة شركة سبيد في مجال الشحن والنقل ولسيما ان الخط الجديدة يتيح نقل 20 الف طن من السلع من شرق المتوسط والدول المطلة على البحر الاسود الى ايران وبالعكس اعلنت هيئة النزاهة العراقية استدعاء وزير السياحة الاسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحلي الى التحقيق وذكر بيان للهيئة ان محكمة التحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة اصدرت امر استدعاء بحق المسؤولين على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد ابرمة بين هيئة السياحة وشركة مختصة في التجارة والمقاولات لتطوير بحيرة الجادرية السياحية وكانت الهيئة قد استدعت في وقت سابق رئيس هيئة استثمار النجف ورئيس هيئة استثمار كربلاء للتحقيق معهما قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها لمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة ان اربعة ملايين وخمسمائة الف شخص من ذوي الاعاقة في اليمن يتعرضون للتجاهل والخذلان وقالت راوية راجح كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للازمات لدى المنظمة ان الاشخاص ذوي الاعاقة والذين هم اصلا من اكثر الفئات تعرضا للخطر وسط النزاع المسلح ينبغي ان لا يواجه صعوبات اكبر في الحصول على المساعدات الغذائية الاساسية اعلنت محكمة سيدي محمد في الجزائر تأجيل موعد اولى جلسات قضايا الفساد لرموز النظام السابق الى الاربعاء المقبل وفور ذلك اعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل المحاكمة عن مقطعة الجلسات المقبلة الى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية مبررة قررها بعدم توافر الظروف الملائمة لاجرائها نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر في منظمة اوبك ان وزراء النفط في المنظمة يعتقدون ان العصر الذهبي للنفط الصخري في الولايات المتحدة قد انتهى الوكالة اوضحت في تحليل اخباري ان الخبراء في اسواق النفط يوافقون على هذا التقييم ويتوقعون ان ينمو الانتاج الامريكي بمقدار 700 الف برميل كل يوم حتى نهاية عام 2020 ما يشير الى تباطؤ ملحوظ عما كان عليه قبل عام يذكر ان الرئيس الروسي لودمير بوتين اعلن الشهر الماضي ان انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد وضع على الرف تراجع الدولار قرب ادنى مستوياته مقابل سلة من العمولات بفعل مخاوفة بشأن بيانات تصنيع ضعيفة من الولايات المتحدة ومؤشرات على جباة جديدة في الحرب التجارية معنويات المستثمرين تراجعت بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسوما جمهوركية على وردات معادن من البرازيل والارجنتين وهدد بفرض رسوم على بعض الوردات الاوروبية بسبب خلاف حول دعم صناعة الطائرات من اعماق المحيطات تتجدد النداءات لانقاذها فمع انعقاد قمة مدريد للمناخ تعلو التحذيرات من عكاسات ارتفاع حرارة المياه ولسيما على الشعاب المرجانية فالحاجز المرجاني العظيم في استراليا خسر نصف شعابه كذلك تختفي جبال جلبية باكملها نتيجة الاحترار العالمي سرعة وذوبان الغطاء الجلدي في جرينلند تضاعفت ست مرات في السنوات العشرين الاخيرة كل ذلك له انعكاسات خطيرة على المدن الساحلية ما لم تجد مقترحات قمم المناخ طريقها الى التنفيذ هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة